أليني أبدأ بوثيقة ملكية الدولة وعايز أتوقف عند تعريف الدولة بمعنى هل الدولة المقصودة بالملكية هنا ملكية هذه الأصول أو الأشياء هي مثلا الوزارات هل هي الجهاز المحلي المحليات هل هي الخمسة وخمسين هي اقتصادية اللي موجود عندنا مين الدولة في التعريف هنا كل اللي حضرتك قلته الدولة بكل مؤسستها هي المقصودة في وثيقة ملكية الدولة يعني كل ما قد دمالين يعني مش الحكومة فقط بما فيها الأجهزة النظامية بما فيها المحليات طيب طبيعة الامتلاك هنا مش كلها منشآت ومباني وفيه أراضي كمال هل الأراضي مذكورة؟ الأراضي عملية تخصيص الأراضي الوثيقة بيّنت هيتم تخصيصها إزاي يعني احنا لو بنتكلم على تخصيص الأراضي هو بداية تخصيص الأراضي كانت أحد النقاط اللي دايما المستثمر عنده فيها مشكلة ودايما المستثمرين بيشتكوا أنه عملية تخصيص الأرض بتبقى صعبة لما جينا ابتدينا نشتغل على الإصلاحات الهيكلية من حوالي سنة ونص كده في عشرين واحد وعشرين وابتدينا نبص على هيكل الاقتصاد بتاعنا فمعليش ممكن أسأل يعني ما كان الداعي أو المبرر أو الحافز من سنة ونص أنه يلا نشتغل على الموضوع ده؟ لأن احنا ملتزمين احنا قلنا أن احنا بنعمل إصلاحات الإصلاحات دي شق منها إصلاح مالي ونقدي وكان عندنا برنامج إصلاحات مع صندوق النقد الدولي اللي هو كان مالي ونقدي في 2016 بعدين لما انتهينا منه كنا بنشتغل على المرحلة التانية اللي هي الإصلاحات الهيكلية اللي احنا بنتكلم بقى على هيكل الاقتصاد نفسه فبتدينا ننظر لو أستاذ الاقتصاد كبيرة دكتورة هل الإصلاح لازم يبقى يعني متتالي ولا متوازي يعني أصلح ماليا وهيكليا وأصلح إداريا ويعني استثماريا هو الاقتصاد علم الأولويات فبالتالي حضرتك لما تيجي تبتدي تعمل حاجة انت بتبتدي بالأهم فالمهم فاحنا بنبتدي نقول الأولى أننا أعمل رقم واحد وبعدين أجي وراء رقم اثنين كان المفهوم أنه الأولوية الأولى والإصلاح المالي المالي والنقدي علشان خاطر أقدر أهيئ البيئة المناسبة للإصلاح الهيكلي وبالتالي أقدر أجذب الاستثمارات اللي احنا عايزين نكتذبها علشان نعمل استدامة في الاقتصاد بتاعنا فلما جينا اشتغلنا على الإصلاحات الهيكلية وبتدينا نشوف هيكل الاقتصاد محتاجين إيه اللي يتحسن فيه وبالتالي بقى الاقتصاد بتاعنا أكثر استدامة وأكثر جذبا للاستثمارات وخلق فرص العمل لقينا أن احنا محتاجين نبص على الأراضي ومنظومة الأراضي لأنه كان فيه شكاوة كتيرة جدا بتيجي زي ما قلت لحياتك التقارير الدولية كلها والمستثمرين بيقولوا أنه فيه مشكلة في عملية تخصيص الأرض وبالتالي لما جينا بقى نشتغل على الوثيقة برضو خلينا أقول لحياتك هي الوثيقة ظهرت دلوقتي ولكن الشغل فيها من قبل كده يعني هي الوثيقة احنا بقلنا سبع شهور بنشتغل فيها بناء على الإصلاحات الهيكلية اللي بقلنا سنة ونصف بنشتغل فيها والوثيقة مين اللي بيشتغل فيها فاند؟ الوثيقة اللي بيشتغل فيها بداية احنا جينا قلنا إصلاحات هيكلية جينا بالحكومة أيوة إصلاحات هيكلية من ضمن الإصلاحات الهيكلية عايزين نشتغل على تمكين القطاع الخاص أنه نسبة مشاركة القطاع الخاص لازم تزيد في الاقتصاد فده أحد الإصلاحات الهيكلية الأساسية الوانوف دامين بيلرز الأساسيين اللي لازم نشتغل عليه طب علشان نمكن القطاع الخاص يبقى احنا محتاجين نشوف المشاكل اللي موجودة بيئة الاستثمار علشان أقدر أننا أخلي القطاع الخاص يتمكن ويبقى عنده تمكين من هذه المشاكل كان موضوع تخصيص الأرض وبالتالي ابتدينا نشوف تخصيص الأرض والمشاكل اللي موجودة ولقينا في الآخر أنه تخصيص الأرض ده لازم يكون عندنا أساليب واضحة للمستثمر في عملية التخصيص في إما بنتكلم على أنه هو اللي عايز يشتري الأرض أو يتملكها فبيدفع تمن الترفيق بتاعها لأنه تمن الترفيق ده بيبقى الدولة قامت بيه من بنية تحتية وتوصيل مية وتوصيل كهرباء من أرض ما كانش فيها كل الحاجات دي فلازم هو يدفع تمن الترفيق ده أو هو ممكن ياخدها بحق الانتفاع فبقى عملية التخصيص هنا في الأرض هو بيقول لنا عايز قطعة الأرض دي قطعة الأرض دي هي ممكن أنك أنت تمتلكها وبالتالي هي تمتلكها يبقى تدفع حق المرافق بتاعتها أو شايف أنه ده كتير قوي أنك تمتلكها ممكن تاخد حق انتفاع على حسب بقى العقد التحقل اشتركوا في القناة